اشتركوا في القناة يونس عليه السلام بعث الى قوم في نينوى ودعاهم الى عبادة الله وحده ولكنهم لم يصغوا الى دعوته لماذا رفضوا دعوته لانهم كانوا يعبدون الاصلام وكانوا متكبرين ورفضين تركها صحيح وبعد ان تعب يونس من نصحهم واسرارهم على الكفر غضب وتركهم هل ترك النبي قومه بدون اذن صحيح لا لم يكن يجب ان يتركهم الا بعد ان يؤمر من الله لذا قد كان تصرف يونس عليه السلام تسرعا وبعدما غادر يونس قومه ركب سفينة وفي البحر هبت عاصفة شديدة هل كانت السفينة مقاومة للعاصفة لا لذلك قرر ركاب السفينة ان يلقوا باحدهم في البحر لتخفيف الحمي وكيف اختاروا من يلقونه عن طريق القرعة وكلما سحبوا قرعة كانت تقع على يونس عليه السلام وهل القي يونس في البحر نعم في النهاية القي في البحر فالتقمه حوت كبير بامر الله يا اله هل مات يونس عليه السلام داخل الحوت لا لم يموت بل بقي في بطن الحوت وهو يسبح لها صحيح قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجاب الله دعاءه هل خرج يونس من الحوت نعم بعد ان قبل الله توبته امر الحوت ان يقذفه الى الشاطئ وبعد ذلك عاد يونس الى قومه فوجدهم قد امنوا بالله جميعا ما اجمل هذه القصة فيها دروس كثيرة نعم منها انه يجب على الانسان ان يكون صبورا ويتكل على الله في كل شيء وايضا يتعلم الانسان ان يستغفر ويتوب عند الخطأ وان يظل يسبح لها في كل ظروفه احسنتما ساحاول دائما تذكر هذه العبار وايضا يتعلم الانسان ان الرجاء بالله لا ينقطع وان لها سبحانه قادر على اخراج الانسان من اصعب الظروف نعم وندرك ايضا ان كل ما يحدث للمؤمن هو خير فاما ان يكون ابتلاء لتربيته وتسكيته او جزاء لامانه وصبره وما اجمل ان يكون الانسان دائما التسبيح والدعاء فقد كان تسبيح يونس عليه السلام السبب في نجاته بالضبط وهذا يذكرنا باهمية الذكر والدعاء في كل وقت لا سيما في اوقات الشدة ومن اهم العبر ايضا هي ان نكون متوكلين على الله فلولا توكل يونس عليه السلام وتسبيحه لما نجى من بطن الحوت وهل لديكم قصص اخرى لانبياء يمكننا تعلمها كما تعلمنا من قصة يونس نعم هناك قصص كثيرة مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وسيدنا ابراهيم عليه السلام في محربته للشرك كل قصص الانبياء فيها دروس وعبر لنا وكل نبي مر بامتحانات وصعاب ليكون قدوة لنا في التحمل والصبر انا متحمسة لتعلم المزيد من القصص فهي تعطينا املا وتفاؤلا في كل ظروف الحياة اذا لنجعل لنا جلسات اسبوعية لمراجعة قصص الانبياء والتدبر فيها فكرة رائعة سنبدأ بقصة سيدنا موسى عليه السلام في المرة القادمة موافقة ساتطلع الى هذا اللقاء اذا على بركة الله على بركة الله وستكون قصة سيدنا موسى عليه السلام ممتعة جدا فهي مليئة بالاحداث والعبري نعم انا سمعت عن معجزته مع العصاوى البحر واريد ان اتعرف على التفاصيل الاخرى هناك ايضا قصة مناجاته لله في جبل الطور وكيف امره الله باخراج بني اسرائيل من ظلم فرعون ستكون جلسة غنية بالمعرفة ولا تنسى ان نحاول التدبر في كل قصة وربطها بحياتنا اليومية احببت هذا الاقتراح فكل قصة يمكن ان تعطينا نصائح في التعامل مع تحديات الحياة صحيح ويجب علينا ان نكون مثل الانبياء في توكلهم على الله وصبرهم على الاذا ساجلب معي كتبا عن قصص الانبياء لنطلع عليها ما رأيكما؟ فكرة مفيدة جدا سيكون لدينا مراجع نستمد منها المعرفة ممتاز اذا على موعدنا القادم سنتعلم ونستفيد الى اللقاء اذا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة